السلام عليكم من اتقالي من قناة مو ايبرا قبل ما بلش الفيديو يا شباب نتمنى منكم الدعاء لأهنا في فلسطين الحبيب الله يقويهم وصبرهم وينصرهم يا رب في فيديو اليوم يا شباب رجعنا اثنين لاعبين على التشكيل واللي هم من نيمار نسخة الهلال السعودي وفيران تورس هاي النسخة اللي حصلتها قبل فترة قلت خلينا ارجعهم مع التشكيل يا شباب كونه نيمار عنده التحكم بالكرة الخرافي هاي النسخة وعنده السرعة والتسارع جيد يا شباب كمان في راند تورس جيد جدا يا شباب في التحكم بالكرة بفيدني كرأس حربة رح نلعب هاي المواجهة اربعة اثنين واحد ثلاثة يا شباب وعندنا كمان سيلفا برنادو سيلفا يا شباب نلعب فيه كجناح ايمن طبعا في الوسط عنا دايما كالعادي يا شباب لوكا مودريش وعندنا لعبين ارتكاز اللي هم دي يونغ و فابينيو قبل ما نبلش المواجهة يا شباب حكولي في التعليقات اذا جربتوا هذول النسختين من نيمار و في راند تورس وحكولي عن رأيكم في هذول النسختين في التعليقات يا شباب وحكولي في التعليقات عن اللاعبين حابين ان انا اجربهم يا شباب في الفيديوهات القادمة ما بدي اطول عليكم اكثر يا شباب لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ويلا نبلش ونبدأ مواجهنا اليوم يا شباب بوجود في راند تورس يا شباب كرأس حربة وعندنا رجعت نيمار كمان على الخطة نسخة الهلال السعودي خلال نشوف شو ممكن نقدمونا يا شباب في الدفجن وعندنا اليوم بارتنا دد هذا الخصم المصنف تقريبا الفين على الدفجن يا سلام نحاول يا شباب بداية مباراة سيلفا سيلفا نحاول نعطيها لفيران ضعيفة جدا يا سيلفا يلا مش مشكلة يا شباب بدنا نشوف قدرات هذول اللاعبين يا شباب نيمار وبدنا نشوف تحكم عنده تحكم بالكرة لفيران تورس رهيب الصراحة يا شباب خلنا نشوف شو ممكن نقدمونا هذول الاثنين يا شباب في الدفجن يلا نيمار نيمار يا سلام على الاختراف حلوة يلا نيمار نيمار الصاحب التحكم الرعب الكرة نحاولنا نسجلها يا شباب عن طريق لوكا مدرج تشكيل الخصم بور تشكيلة قوية يا شباب لويسي دياز النسخة جديدة شوف منيحنا تسألوا عنده لويسي دياز النسخة جديدة كليان مبابي ومحمد صلاح تشكيلة قوية هجوميا لازم تكون حذرين في الدفاع يا شباب يلا فيران تورس يلا لوكا مدرج تغطي على ديونغ تغطي على صلاح يا نونو مانندز تغطي على نونو مانندز هاي خطيرة يا شباب خطيرة سجلها سجلها عن طريق بيلينكهام الفيزيكال كونتاكت عن بيلينكهام قوي يا شباب يلا ديونغ نحاول يا شباب النيمار حاول مرور والخصم ياخذ الكرة يا شباب ممكن تكون كمان هاي خطيرة 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 خطير مبابي خطير خطير في الالتحامات الجسدية خطير مبابي خطير مبابي يا شباب بثني صفر الخصم لازم نركز اكثر غطي يا دي لخت نحاول شبا نعمل مرتدي يلا ديونغ نعطيها لنيمار يا سلام على المرور حلوة من المرور نعطيها لفيران نركز يا سلام حلو حلو يا سلام يا سلام على التحكم بالكرة يا شباب تحكم خرافي عند فيران تورس راوغ المدافعين وسجلها بطريقة رائعة اضغط يا يا ديونغ يا سلام يلا لوكا مدرج ارنولد نعطيها لسيلفا فرصتك يا فيران يا سلام يا سلام يا سلام استغلينا المساحات عند الخصم يا شباب سجلنا بفيران تورس اعطي لسيلفا يا الله سيلفا نحاول يا شباب نعطي عرضية فيران تورس صدها ولي بركان حلو حلو الفرصة يا شباب عندنا الخصم اثنين اثنين في امل انفوز كمان يا شباب نركز فيها الركنية نحاول سجل هدف الثالث يلا لوكا مدرج وينكا دي لخت اضغط يا دي لخت حلوة دي لخت نعطيها لنيمار يلا يا نيمار باريزي اقوى من نيمار طبعا يا شباب يلا نيمار ينتهي الشوط الاول شباب عدلنا الخصم بهدفين فيران تورس حلا نشوف الشوط الثاني اش ممكن نسوي اضغط يا فابينيو حلو يا سلام عليك فابينيو يلا فيران حلو النمس يا سلام يلا نيمار نيمار شوف 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 الخطأ شوف الخطأ من الدفاع يا شباب واستغلنا الخطأ وسجلنا الهدف الثالث عن طريق نيمار مار حلو الهدف غطي غطي على لويس دياز هاي نسخة جيدة من لويس دياز شكلها نسخة قوية يا شباب احكوا لي في التعليقات اذا جربتوا هاي نسخة لويس دياز يا سلام حلو دوموري سيلفا فرصتنا نعمل مرتدي يا شباب هارنود لوكا اضغط حلو لوكا رجح على سيلفا سيلفا وفيرون يا السلام على التيكي تاكا يا السلام على التيكي تاكا يا شباب لعبناها صح فيها يا جب والدقيقة ثمانين هدف الرابع والهدرك لفيران توريس يا شباب مهاجم روعة روعة فيران توريس أربعة اتنين يا شباب شوف نعمل تغيراتنا يا شباب تعب لوكا مودر شو عندك نيمار كمان تعب يا شباب وفيران توريس تعب نغيرهم الثلاث يلا يرنالدينيو نشوف البودلاء يا شباب ممكن نسجل هدف خامس ولا رح نظل على هاي النتيجة ولا الخصم رح سجل هدف الثالث رح نظل نضغطين طبعا دفاعيا خطير خطيرة هاي كيف ضياح الخصم ضيع فرصة محققة يا شباب كما ممكن نسجل منها بكل سهولة نضغطين وننزز الخصم قاعد بضغطنا يا شباب في اخر مباراة حلو دي لخت يلا رونالدينيو سيلفا رجع رونالدينيو وعطيها سيلفا يا سلام يمشي يا سيلفا سيلفا وين وين نعطيها لليفندوسكي نشو ليش عطيتها لأكفار وتنتهي المباراة يا شباب واربعة اتنين خلينا نلعب كمان مباراة اول رجعناه مع فن يلا دي يونغ واركز بايروكنية يلا فيرون بالعارضة يا شباب يلا جواك نسيله يضغط يا فابينيو يا سلام عليك حلوة نيمار يا سلام حلوة اخترق يا سلام على الاختراقات من فيرون نكمل يا سلام شوف شوف الفنيات فيرون وسجلها سيلفا يا سلام عليك فيرون دورس عنده التحكم بالكرة خرافية فيه سهولة بالتحكم بهذا اللاعب فيرون تورس روعة فيران نيمار نحاول فابينيو داخل هجوم يا شباب جواك نسيله لوكا مدرج لا فيرون يا سلام عليك فيرون كيف ضيعت يا فيرون حلو حلوة الفرصة شباب تحكم خرافي من فيران تورس يلا سيلفا سيلفا لا ارنولد رجح الى سيلفا وينك يا فيرون يا ضاعت شو اللي صار راكل الجزاء راكل الجزاء يا شباب فيران تورس نخلي نيمار هو الافضل في الفريق في راكلة الجزاء نحطه على يمين الحارس يا شباب من تحت يلو نيمار نيمار وسجلها نيمار سجلها نيمار يا السلام عليك نيمار اثنين اثنين مباراة صعبة يا شباب عمنا تغيراتنا ودخلنا هالند وليس فيغو وليس فيغو فيغو ضرب يا سيلفا كيف ضيعت يا سيلفا ضيح سيلفا ضيح الفوز سيلفا لسا لسا في مجال نغطي يا فابينيو يا سلام حلوى الضغط من فابينيو سيلفا يا سلام على المرور رجح الهالند هالند ضروب كام كمل يا سيلفا يلا يا سلام وسجلناه في اخر مبارا في اخر مبارا يا شباب سيلفا يسجلها يا سلام روعة روعة برناردو سيلفا يا شباب دائما هذا اللاعب عندي اساسي في التشكيل بلع فيك يا لارنولد اضغط يا فابينيو وتنتهي المباراة يا شباب يلا كوبو كوبو يا سلام امشي اخترق كوب علو السرعة من كوبو يا شباب فرصتنا اعطيها لفيرون وضرب يا فيرون بالكعب يا شباب بالكعب يا شباب من فيران تورس يا السلام على الاهداف من فيران تورس خرافي خرافي فيران تورس يا شباب تجربة خرافي لهذا اللاعب فيران تورس وهيك بنتهي فيديو اليوم يا شباب تجربتنا لفيران تورس ونمار اللي رجعناهم على التشكيل يا شباب اقول اذا جربت فيران تورس ونمار هاي النسخة في التعليقات وحكولي رأيكم عن هذول النسختين يا شباب لا تنسوني من لايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم